حاجة تعلم اول يوم رمضان بعد بكرة. اه يوم لاتنين. اه يوم لاتنين. يوم ستة خمسة. ان شاء الله. ده يوم ماتش اعتزالي. يوم ماتش اعتزالي. اه كان يوم ستة خمسة. والله. اه والله. انا افتكرت لان اه عدة كده تقريبا اربعتاشر سنة على على اعتزال كولات القدم. فافتكرت. انت اخير كنت 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 جميل ولعب كبير و نجم كبير في ناد الزمالك لك قدرك ولك اسمك الكبير زيك زي اكتب من النجوم اللي الاثر والملاعب وعلش كده كانت رسالتي وانت اكيد حسيتني لما انا بقولي رسالة دات للعيب النادي الزمالك مش هينفعك غير نفسك. دلوقتي في المرحلة ديت مش هينفعك عزيزي لاعب نادي الزمالك ونجم النادي الزمالك غير نفسك. انا بقول الكلام ده الجنش. نجم مصر وحارس مرمى مصر الاول شاءة من شاءة وابا من ابا تبقى لمستوياته اللي قدمها خلال سنتين جن الشابقة الحارس الاول في مصر. بيزعله ابن احمد الطائب لما قال كده ولما بنقول الكلام ده تقولك اصابه متحيز للزمالك. انت ساعات لما بتلعب حارس بعين وبتظلمه لما ما بيكونش في مستوى. انما لما تدي جنش وهو حارس مرمى مصر الاول تديله في الوقت لهو متقلق فيه لان احنا في الاخر كلنا كده على بعضنا خدمين لطراب البلدية. كل واحد في حتته. فالنهاردة انت كمدير فني المنتخب مصر لما يبقى جنش رقم واحد. فى مصر يلعب. مش علشان عشان انا بقول كده ولا علشان خاطر نالت الزمالك ولا انت بتجامل لزمالك ولا بتجامل جنش انت بتديله حقه. العدل اللي احنا بنادي به. بقولي الكلام دا لنهم محمود علاء وبقولي الكلام دا الونشي بقولي الكلام دا النجاز. مش هيلع. نعم. مش هيلعة. بيه? مش هيلعة في المنتخب. مش هيلعة في المنتخب مصر؟ اه. انت بتفظل. هيبقى موجودة مش هيبه الاساسي في كاس الامم? لا. طب خلاص ماشي يا. طب اقول لك حاجة. ليه جهت نظر بقى. ترك في عدم ضم عبدالله جمع. عبدالله جمع احسن بقى كريفت في مصر. طب كهربا ما نضمش ليه. احسن احسن مهيبة في مصر هو ورمضان صبح عشان ما حدش اقول برضو ايه اهلي وزمالك لا والله. طب. ما ينفعش كهربا مهيش في المنتخب ولا رمضان صبح. طب ما عايز اقول لك اجري على الفكرة اجري وعالفكرة من ضمن اللعيبة اللي ممكن ترجع ك احمد فتوح طبعا. ما هو اواخد احمد فتوح هو زمالكاوي. اه. على حساب عبدالله جمع. اه. اه. اوباما ما بخش نظر. اه لا خالص ولا كهربا. اوباما في عز في عز تقلقه يعني اه في بداية الموسم. اه. اه. اوباما لا يلعب في منتخب مصر في 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 امر غريب جدا. اه. محمود علاء هدفل الدوري واحسن ما استكفى مصر في الدور الاولاني. ما كانش بيخش منتخب مصر. انا بتكلم يا كابتن خارج للكوكبة ديت. ولازم اقول الكلام ده في المرحلة ديت. وانت طبعا معايا. ان كل لاعب يؤمن بحظوظه ويؤمن بقدراته ويؤمن بنجوميته. وانه بيلعب باسم النادي كبير نادي الزمالك. اه. شايفين المشاعر والروح الجميلة كهرباء. ومحمود عبدالعزيز وطريق حامد. احمد. وكل النجوم. شوف فرجاني حتى بتكلم مع اللعبة ازاي. ولما فرجاني قابل اللعبة. ولعبة قابلة فرجاني. كيف يكون الشعور. وكيف يكون. الجيل ده يا كابتن خارج والله العظيم. انا بقولش الكلام ده مجاملة ليهم. الجيل ده بيحبوا بعض جدا. ولعبة محترمة جدا. ويقدروا يلعبوا نهائي ان شاء الله بسهولة جدا. ويعملوا المباراة كبيرة في النجم الساحلي. وليه ما نكسافش النجم الساحلي في سوسا انا مش فاهم. ان شاء الله. بإذن الله. بس انا عايز اقولك يعني ان شاء الله اتمنى ان جين شوي teorعب بس. مش دايما المستوى بيكون الفايصل. مش دايما. المستوى بيكون الفايص. ما اقولها كبت. او الله. ده ما اقولك حاجة. اقولك حاجة. ممكن انا سألك سؤال والسؤال ده انا بطرحه على ايه اللي يخلي عبدالله السعيد ما ينضمش لمنتخب مصر وايه اللي يخلي عبدالله السعيد دلوقتي ينضم لمنتخب مصر والله انا عارف ليه بس مشانت وايه اللي يخلي عبدالله السعيد تصريح رسمي من الجهاز الفني المنتخب مصري يقولك طريقة لعبه ما تناسبناش وايه اللي يخلي عبدالله السعيد دلوقتي بتصريح من نائب رئيس تحاد الكورة اللي هو في نفس الوقت اعلامي احمد شو بير يقولك ده في طريقه للعودة للمنتهب وانا بقولك طريقة لعب عبدالله السعيد اتغيرت اه 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 اتغيرت اتغيرت بعد ماتش النيجر ونيجيريا اه انا عايز اعلى كابتا خيره وانت موجود معي على اللقطة ديت طبعا فرجاني نزل معهم فرجاني زي ملابس جينس ده اه لان دي كانت محاضرة اه او جلسة تحفيزية للعابة نادي الزمالك كل الموجودين اه فيه كلام بيبقى مهم جدا 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 قبل اه قبل التدريبات جلسة بيركز جدا على العامل ده جلسة كابتن خالد بيتكلم وبيعيد ويزيد في فكرة ان انت اه تؤمن بحظوظك ان انت لما تحرز هدف نادي الزمالك كابتن يحرز هدف في النجم السحلي يلغبط كل الامور وده اللي جلسة بيلعب عليه انه هو يباغت النجم السحلي انا عايز بس نفسي طالما انت اتكلمت على العيبة اه انا عايز العيبة تنزل وكأنها بتلعب في مصر وكأنها بتلعب في مصر اه يعني هسألك سؤال فضل دلوقتي بكرة بعد بكرة مطش النجم السحلي والزمالك اه يا احمد نعم لو انت احمد جمال اه وانا خادل غندور عارفين المطش في برج العرب هتقول ايه الزمالك لازم ايه لازم يكسب طيب بكرة اجواء حلوة وزي برج العرب والجو جميل جدا وملعب حلو وبتاع بس جمهور لصالح النجم لو نزلت كلعيب عندك ثقة في نفسك زي كده ايكس كده ما كل ما بيلعب خارج ارضه بيتقلق بيتقلق اكتر من داخل ارض صحيح وكلهم اللعيب عندهم عشرين واحد عشرين سنة صغارين صغارين صحيح وبالتالي بكرة بقول لعيبت زمالك انزل خلي عندك ثقة في نفسك انزل انت اللي تكون عندك المبادرة لان